الكرة الان من حرس المرمى بتلعب طويلة تصليل الحارتي صافرة وانتهاء الشوط الاول بتقدم فريق كلية العلم والدراسات عن طريق فهد ابو راس انتهى الشوط الاول اتمنى ان يظهر الشوط الثاني افضل من الشوط الاول وان اعود اليكم بعودة الشوط الثاني نوذكر بتشكيلة الفريقين تشكيلة فريق كلية العلم والدراسات الانسانية بالافلاج بالزي الاحمر في حرس المرمى محمد حمد في خط الدفاع حبيب صاحب القميس رقم ثلاثة عبدالله بالرق رقم فهد الدوخي سبعتاش عبدالله السليمان احداش وفي خط المنتصف سلطان العتيق خمستاش محمد رشود عشرة محمد العبودي رقم سبعة فهد المصرير خمسة وفي المقدمة فهد ثمنتاش وفهد ابو راس صاحب الهدف الوحيد حتى لين رقم اربعة تشكيلة فريق كلية العلم كلية السنة التحضيرية الصحية بالزي الابيض في حرس المرمى حسن العمري في خط الدفاع عبدالعزيز السحاري رقم تسعة عيس العمري رقم اربعة فهد صلعتابي رقم اثنين خلد فقية ثمنتاش في خط المنتصف عبدالله الحارثي ستة مطر القرني ثلاثتاش عبدالرحمن هتان خمسة الكرة في منتصف الملعب العمري العتابي وايضا هذا هو عمر رقم عشرة وعبدالله المانع خمسلعاش وفي المقدمة حسن عبدالرحمن الكرة صلح فريق كلية العلم والدراسات تلعب الكرة طويلة باطر بلعب العبدالعزيز عبدالعزيز هنا لعب رقم ثمانية يبدأ هناك تبديل كان لفريق كلية السنة التحضيرية عمر الاعتابي استلم الكرة ولكن مكنوعة تصل في المنتصف في الطرف الاخر الى فهد فهد بلعبها الكرة بتصل الى مسارير المسارير بلعبها الى محمد محمد الى فهد الاختطاف يا السلام هنا من من الحارثي الكرة بتمشي من عمر الاستلام الكرة بتمر والسكوت ولا وجود لخطأ والكرة تخرجت لسالة حسن التحضيرية هذا عبدالعزيز ينطلق لتنفيذ الاوت الان عبدالعزيز ينطلق بالكرة هنا السكوت وخطأ خطأ الان لسالح فريق كلية السنة التحضيرية هنا الحارثي على التنفيذ الحارثي بلعب الكرة الكرة عالية ولكن انتفاع عن طريق سلطان سلطان يخلص الكرة الكرة بتصل تلعب الى الامام الكرة الى محمد محمد العبود ولكن مكتوعة عادت من جديد المرور من الرشود بيلعب الكرة طويلة الى الامام تصل الكرة الى عبدالعزيز والمسارير فهد بيتحصل عليها عبدالعزيز اختفها عادت من جديد الى فهد فهد والانطلاق يلعب الكرة بالكام الكرة الى محمد يا السلام بيلعبها الى فهد الانطلاق بطرف الايصر الان لفريق كلية العلوم والدراسات القادم من الافلاءات هل يضيف الهدف الثاني حارس المرمة تصدى يا سلام التمركز الجيد له عرس المرمة عبدالعزيز بلعبها الكرة إلى عبدالله المانع بلعب الكرة إلى الامام تصل الكرة الهن ل belief صالح من that dv kh dv khfd myhab precisamente عبدالله السليمان عبدالله السليمان الهدف لله داخله أمير ولك الكرة إلى محمد بلعب الكرة المقطوع عبدالعزيز بينعب الكرة إلى القرني القرني تحصل علىals محمد محمد يعيدها القرني من جديد المحاول مرور يا السلام مرور رائع ولكن صافر وخطأ الخطأ للسنة التحضيرية الحاكم لين يطلب من الله بتهدية الله أتمنى أن يظهر الشوط الثاني أفضل من الشوط الأول وليكون الرتم أسرع في المباراة خطلين عيسى بنعب الكرة طويلة إلى الأمام في صافر وخطأ لصالح فريق كلية الأمام والدراسات تلعب الكرة تأصل إلى بشير تأصل إلى حبيب البشر تلعب الكرة الحارثي الحارثي بلعبها إلى حبيبي من جديد رقم ثلاثة بلعبها الكرة في المنتصف إلى محمد يتركها إلى سلطان سلطان بلعبها يا السلام يتقدم ولكن الكرة مكتوعة من قبل من من قبل القرني القرني بلعبها الكرة العبد العزيز التقدم لعمر عمر بلعبها اختطفت الكرة عادت من جديد للسنة التحضيرية الحارثي بلعبها عبد العزيز بالكعب يمر حذاري من اللعب في هذا المناطق يلعب الكرة الكرة للقرني ولكن هنا المتابعة الممتازة يا السلام متابعة ممتازة من عبد الله السليمان ولو تلصى لفريق كلية العلوم والدراسات الكرة بتلعب سليمان بلعبها سلطان السلام الحارثي اختطفها عادت من جديد في المنتصف مرت إلى صاحب الهدف سيختطفها تعود الكرة من جديد لكلية العلوم والدراسات اللعب في الشوت الثاني حتى لا من البداية منحصر في منتصف الملعب الكرة بتمشي فاد بحول الكرة نصية ولكن سهلا في أحضاني حرس المرمع سهلا لي حسن حسن بلعب الكرة في المنتصف العامر العتابي عامر والاستلام على انطلاق من عامر غايد الفريق التقدم الان يترك الكرة تخرج عبد العزيز بلعب الكرة الكرة للقرني قرني العامر ممتاز بلعبها ولكن الكرة مكتوعة تصل الكرة إلى فيصل فيصل العتابي تغطية من فهد ولكن الكرة تصل إلى العبد العزيز في المنتصف انطلاق من الحارثي وصلت للشوت الارتداد الان ولكن كرة مكتوعة عادت من جديد عبد العزيز يتحصل على الكرة في المنتصف الكرة مطر بن عبها خاطئة تصل إلى السلطان يحولها في الطرف الآخر إلى حبيب صاحب القميس رقم ثلاثة الظاهرة لايمن بيلعب كرة يا السلام إلى فهد ممكن هدف ثاني جول 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 فهد يسجل إلى الهدف الثاني ويربي بالسهم يا سلام يا فهد هدف ثاني كلية العلوم والدراسات يضيف الهدف الثاني نقل والاروح يا حبيب والاروح فهد يكملها في الشباك 2-0 2 كلية العلوم والدراسات القادم من الأفلاج يضرب بكوة في السنة التحذيرية يا السلام يا فهد يا مسارير يا السلام اضاف الهدف الثاني 2 لا شيء السنة التحضيرية 2-0 على فريق السنة التحضيرية لا نتقدم إلى الأمام خلاص ما في شيء يخسر في هذه المباراة 2-0 لكلية العلم والدراسات ولكن تظل نتيجة 1-0-2-0 خطيرة مهما كان التقدم الكرة تلعب في المنتصف تصل السلام على السلام في المنتصف الملعب إلى سلطان سلطان يلعبها الكرة من عيسى عيسى يخلص الكرة تصل إلى من؟ عبد الرحمن اللي يتحصل على الكرة والمتابعة من فاهد فادي خرجها إلى لوت لوت لسنة التحضيرية على وتلان لكلية العلم والدراسات تلعب الكرة الكرة والتقدم تصل إلى فهد من فهد إلى فهد ولكن الكرة لن إلى الحارثي صاحب الكاميس رقم 6 ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا